الأمطار بشير خير في كل مكان إلا في العراق فإنها تحمل أخبار غرق الشوارع والأبنية وانقطاع الطرق بسبب ترد الخدمات وتهالك شبكات تصريف المياه وإهمال صيانتها في ظل فساد مالي وإداري ينخر مؤسسات الحكومة ويتجاهل أبسط حقوق المواطنين مشهد يتكرر كل عاما في فصل الشتاء الذي يصاحبه هطول أمطار بمقدار لا يتغير كثيرا من سنة لأخرى الأمر الذي لا يترك مجالا للمفاجأة وتبرير عدم الاستعداد الحكومي لهذا الموسم أهالي ناحية السدة الهندية في محافظة بابل عبروا عن غضبهم من ترد الواقع الخدمي في ناحيتهم التي غرقت مع أولى زخات المطر لا مسؤول وصلنا لا واحد قال شعيدكم ما عيدكم يعني نحن صارنا سبع تيام محصورين من وراه المطر هذا الأكشر تجمع الأمطار والمياه الآسنة في سدة الهندية منعت العائلات من الدخول والخروج إلى المنطقة بالإضافة إلى تعذر ذهاب الطلاب إلى مدارسهم وعدم خروج المواطنين لممارسة أعمالهم طب حتى العائلة المنطقة تقول مهجورة لاحد يطب له ولاحد يطلع له منطقة أهل هنا يمين لأنه لا مرة يقدر تطلع لا ولد يقدر تطلع لاحد يروح للمدرسة خيسة وزبالة ومي وماك واحد يقدر يفوت منها لغادلة تشلح وتعبر تجمع مياه الأمطار لم يكن المشكلة الوحيدة التي يعاني منها أبناء الناحية حيث كشف مواطنون عن حرمان العائلات هناك من المياه الصالحة للشرب أيضا بالنسبة للماء الماء المشكلة هنا يعني هسا هذه المنطقة ما يقدر بها فوق المية مية ومية وخمسة وعشرين بيت ما يوجد عندهم ماء إسالة يعني سحبون لهم مياه ماء بزل أو ماء قارب ساجي نقول عليها أو بدع نقول عليها بالمصطلح الريفي يعني مياه غير صالحة للشرب ولا غير صالحة للاستهلاك البشري الإهمال الحكومي كان حاضرا كما في جميع المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي حيث أكد أهالي الناحية عدم استجابة الدوائر البلدية لمشاكلهم بالرغم من المطالبات المستمرة إحنا تابعين إداريا للسد الساد علي نعمة إحنا نبتعد عنك حوالي أربع كيلوات فكلف نفسك وتحشوف المنطقة إحنا ألف مرة اشتكين أهمك وعلى الرغم من أن هطول الأمطار دائما ما يكشف الواقع الخدمية والحقيقية للبنى التحتية في العراق إلا أن محاسبة المقصرين بالوزارات والدوائر الخدمية وتلاف الوقوع بالأخطاء مستقبلا أصبحت بعيدة المنال في ظل تفشي الفساد الحكومي في جميع المؤسسات الخدمية والرقابية ترجمة نانسي قنقر